أهلا بحضراتكم مرة تانية خلاص بدأ العدد التنازلي وبنترقب الحقيقة كلنا انطلاق مؤتمر المناخ واللي بتستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بحضور قادة ورؤساء العالم مع اقتراب المؤتمر بدأ يكون فيه اهتمام في الشارع لمعرفة ايه هو مؤتمر المناخ ايه المشكلات المرتبطة من هجرة مناخية لعدالة مناخية ويعني ايه أصلا المصطلحات دي ايه اهم الايام المطروحة على اجنداته خليني نعرف كل التفاصيل دي من استاذ شريف الرفاعي الباحث في السياسات المناخية صباح الخير عليكم نورنا صباح الخير يوم صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين اهلا بحضرتك طيب خليني في البداية عرف منك ايام المؤتمر او الاجندة بداية من القمة الرئاسية لاخر يوم تمام طيب احنا يعني يمكن بنتكلم انه المؤتمر السنة دي بينعقد في مصر الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر ويمكن هي دي المرة الخامسة اللي بينعقد فيها المؤتمر في القرى الافريقية والمرة الرابعة اللي بينعقد فيها في المنطقة العربية بنتكلم قبل كده انه تم استضافته في المنطقة العربية في المغرب مرتين تم استضافته في الدوحة مرة تم استضافته على مستوى القرى الافريقية طبعا زي ما ذكرنا في المغرب مرتين كينيا مرة وجنوب افريقيا مرة فمصر الحقيقة يمكن من أوائل الدول سواء الأفريقية أو العربية اللي اهتمت بأن يكون فيه استضافة لحدث بالقيمة دي لو نتكلم على الأجندة فننتكلم أننا طبعا عندنا القمة كعادة كل مؤتمر من مؤتمرات الأطراف السابقة يعني بيكون فيه قمة على مستوى الرؤساء والملوك والحكام القمة دي بتكون أكثر منها استعراض لكلمات الدول وكلمات الحكومات فيما يتعلق بإنجازاتهم ورؤيتهم للعمل المناخي وتغير المناخ على المستوى العالمي أو حتى على مستويتهم الإقليمية والوطنية بعد كده بنتكلم أننا عندنا عدد من الأيام المواضيعية اللي بيتم منقشة قضايا مواضيعية خلالها عندنا يوم للحوكمة في يوم للشباب في يوم للتمويل المناخي في يوم للجندر في يوم للزرعة فبنتكلم أننا عندنا عدد من الأيام المواضيعية على مدار الأيام المتبقية من عمر المؤتمر يعني كل يوم بنقش فيه قضية مختلفة من القضية المختلفة اللي ذكرناها دي ويكون التركيز خلال اليوم منصب أكتر على القضية دي أغلب الأحداث الجانبية اللي بيتم تنظيمها وأغلب ورش العمل واللقاءات والفعاليات اللي بيتم تنظيمها خلال اليوم يكون منصب على موضوع معين في النهاية بيكون عندنا مخرجات سواء من المنطقة الزرق اللي هي المنطقة في النهاية بيطلع عنها الإطار النهائي للمؤتمر أو حتى المنطقة الخضرة اللي هي بتكون مساحة أكتر للمجتمع المدني والشباب والفعالين إن هم يلتقوا ينظموا فعاليات حضرتك ذكرت أن في أيام موضوعية تبقى متعلقة فقط أو مخصصة فقط لمنقشة موضوعات مهمة متعلقة بالقضايا المناخ عايزة أعرف من حضرتك موضوعات زي إيه اللي هيتم منقشتها طيب يعني طبعا قضية زي التمويل أعتقد أن هي من الأهم القضايا المطروحة على أجندة مؤتمر الأطواف السندي ويعني ده طبعا يمكن الحقيقة في ظل الزهوف العالمية اللي احنا بنتكلم عليها عندنا زهوف عالمية أكيد هتفض علينا أن ننقش قضية زي لي دي حاجة الثانية طبعا خلال السياق المناخي اللي احنا بنتكلم عليه لأنه موضوع التمويل المناخي من الموضوعات المهمة اللي تم طرحها أو اللي تم منقشتها خلال مؤتمرات الأطراف السابقة ولكن احنا بنطمح أن الموضوع يكون أكثر جدية السندي على أسن المؤتمر الموجود في مصف هي بتصديف المؤتمر نيابة عن القرى وطبعا يعني لو احنا بنتكلم على إفريقيا فهي أكتر قرى متأثرة بتغير المناخي على مستوى العالم في الوقت اللي هي فيه أقل قرى تصديرا للانبعثات بنتكلم طيبا أن احنا عندنا 48 دولة من دول القرى كاملين سواء على بعض ينتجوا ما يقلنا عن 1% من الانبعثات على مستوى العالم في الوقت اللي في دول تانية تنتج أكتر من 15-16% فطبعا فيه فجوة كبيرة قوي فيما يتعلق بالانبعثات نتج عن ده أنه الدورة المتأثرة دي بتتكلم على حقها في التمويل المناخي وده طبعا مش أول مرة يتم يعني منقشة قضية التمويل المناخي ولكن بنطمح أنه المناقشة خلال الدورة دي من المؤتمر تكون منقشة أكثر جدية على أسئل أنه المؤتمر موجود في قرة إفريقيا طبعا التمويل المناخي زي ما ذكرنا موضوع مهم الحاجة الثانية موضوع التكايف مع المناخ يعني يمكن التكايف مع المناخ هو من الموضوعات المهمة اللي بيتم منقشتها دايما كستراتيجية للتفاعل مع تغير المناخ وهو طبعا مطروح خلال يوم كامل على أجندة المؤتمر السناني تقريبا يوم 12 اللي أنا متذكر صح فخلال اليوم ده من عمر المؤتمر هيتم بشكل كامل منقشة قضية التكايف المناخي وطبعا هينطق في النهاية توصيات عن قضية التكايف المناخي الحاجة الثالثة والمهمة هي يوم الشباب اللي تقريبا هيكون يوم عشرة وبالتالي خلال اليوم ده بشكل كامل هيتم منقشة قضية الشباب وانقشاتهم في العمل المناخي وما إلى ذلك ويعني طبعا يمكن لو احنا بنتكلم من سنتين فاتوا ما كانش في حاجة اسمها يوم المناخ في مؤتمرات الأطراف